إن شئت جمعاً للفضاء لكلها فاسمع إذن ولتقتار من نورها ما فحمسك أو أري جنب الوطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب والسيدة عائشة رضي الله عنها طلبة الوصية هي النهاردة البطلة بتاعتنا رضي الله عنها وأرضها اللي طلبت الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام فدها وصفة ووصية تعتبر سلاح والله يا جماعة من أقوى أسلحة الأمة والله سلاح لو تسلحنا بي وصدقنا مع ربنا بي ترفع الغمة وينصلح للمسلمين ويرجع لنا الأقصى وينفك الكرب وترفع الغمة قالت له رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر سألت السؤال ده في رمضان يا رسول الله أنا لو حسيت أن أنا الليلة دي مش عادية أن في سكينة وحسب الملايكة وشواهد ليلة القدر بينا ولقيت نفسك كده في تجليات مع ربنا أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول قال له يا عائشة إلحق نفسك واستغل الفرصة واستخدم سلاحك وقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني اطلبي من العفو اطلبي من المجيب يا عائشة يا جماعة يا مسلمين ربنا قال أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ملناش حد إلا ربنا الهموم زادت على الأمة أوي حال أهلنا في غزة السودان الغمة في مصر وسوريا ولبيا واليمن أزفة الأزفة ليست لها من دون الله يكاشفها ملناش إلا ربنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب والله قريب والله مجيب والله عفو والله قدير سبحانه وتعالى ربنا ربنا ليس كمثل شيء محدش يقول أصدحنا عندنا زنوفة ربنا مش هتقبل مننا لا طبعا ربنا بيتقبل من أي حد يدعيه بس بيقين وإخلاص وحسن ظن في الله النبي علمنا وقال لنا صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء الدعاء غالي عند ربنا رفعت إيدك دي غالي عند ربنا وإيدك مش هتنزل إلا ربنا جبر بخطرك وجبر بخطر الأمة إن الله حقيقي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يدي فيردها صفرا خائبتين شوفوا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات كان بيعمل إيه كان في غزو البدري لما لقى مششكين أعدادهم أضعاف المسلمين رفع إيدي واكتهد ودعوا ربنا اللهم انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم اللهم أنجزني وعدك الذي وعدتني واكتهد في عبادة الدعاء عشان يعلمنا الاجتهاد في الدعاء حتى سيدنا وبكر رضي الله عنه يقول له هون عليك فإن الله منجزك وعدك فتنزل الملايكة وانزل سيدنا جبريل إستستغيثون ربكم فاستجاب لكم سيدنا يونس في بطن الحوت أزمة كبيرة يطلع زي من بطن الحوت وزنوني الذهب مغاضبا فضلنا إلا نقدر عليه فنادى فظلماتي ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عن فكرة الدعاء بيدعاء سيدني يونس الدعاء مستجاب فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك منجي المؤمنين وأيوب إزنادى ربه أني مسني الضر يا رب مس الأمة الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجابنا له فكشفنا نابه من ضر أهلنا في غزة لسان حالهم لسان حال سيدنا نوح إني مغلوب فانتصر يا رب انتصر لأهلنا في غزة وفي السودان يا رب انتصر لأهلنا في فلسطين والأقصى يا رب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ملاحظين الفاء يا جماعة فاستجابنا فكشفنا ففتحنا سرعة مجيب سبحانه وتعالى علق ألبك بربنا خليك عليقنا أن ربنا هيرزقك وهينصرك وهيرفع الغم سيدنا زكريا بلغ من الكبر يعيتية سنو عالد اليد سنة مستحيي خلف بس قال لربنا ولم أكن بدعائك استخدم السلاح بتاعه اللي انت مش عايز تستخدميه اللي انت مش عايز صرف عيدك لحد ما تتعب فقال إيه فولم أكن بدعائك رب شقية فاستجابنا له ووهبنا له يحيا إزاي خلف بعد يمية سنة قدير ومجيب ربنا سبحانه وتعالى مناش إلى ربنا يا جماعة لازم نتعى ربنا ونتعى ربنا بيقين ونستغل هذه الليلة المبركة ونعيش بسلاح الدعاء إحنا وأولادنا طول السنة مش في رمضان وبس سلاح قوي جدا ولازم نتعلم الدعاء المستجاب لازم نتعلم الصنعة بتاعت الدعاء إن إحنا نبدأ ربنا نبدأ الدعاء بالحمد والسلاة ونصلي على النبي في أول الدعاء وفي آخر الدعاء ونتعى ربنا بأسماء الحسنة الدعاء اللي النبي قال لنا أنه هو في اسم الله الأعظم اللهم إني أسألك اكتبوا الدعاء ده ده الواجب النهاردة العملي ده اكتبوا الدعاء ده اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي دعاء بعد الخمس أسماء دول وبعد الدعاء ده والله مستجاب ده كلام النبي مش كلامي ولدي نفسي بيدي لما شاف أعراب بيدعي الدعاء ده قال ولدي نفسي بيدي لقد دعى باسم الله الأعظم الدعاء ده في اسم ربنا الأعظم يا جماعة ففرصة كبيرة يحتاجين أن أستغل لها ترفع بها الغمة وينصلح بها الحال ويرجع بها الأقصى وينفك بها الكربون وربنا يوسع بها أرزقنا ويهدي أولادنا ربنا قادر يهدي ابنك ربنا قادر يهدي شباب المسلمين ربنا قادر يسد دعاناك الدي mare ربنا قدر يشفيك من المرض العضار ربنا قدر يجوز بنتك ربنا قادر وربنا مجيب بس إحنا نلجأ ليه وندعو دعاء المضطر الكراسة بتاعتنا بصرع يلا وصايا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصايا حبيبي هات أخرج في الدعاء وارفع إيدك لحد ما إيدك تتعبك وتوجعك ده الواجب اللي إحنا مش نتنازل عنه في الدعاء أقوله قبلي هذا أستغفر الله لي ولكم أصال اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة